تتسارع الأحداث بشكل كبير في فنزويلا على إقاع الانقلاب السياسي الذي لم يكتمل بعد في البلاد التي تغلي على صفيح ساخن في ظل صراع نتج عنه رأسان يتنزعان السلطات ويسعى كل منهما لكسب الوقت والحلفاء لعزل الآخر وعقب خطوة مماثلة تخذتها الولايات المتحدة وكندا ودول عدة في أمريكا اللاتينية أعلنت السوراليا الاثنين اعترافها رسميا بخوان غويدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية تضمن تحول الديمقراطي للبلاد لكن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي يتقن تماما اللعب على حبال السياسة في وقت تعاني بلاده ما تعانيه من بطالة وفقر وتضخم اقتصادي لم يتأخر عن توجيه دعوة مفاجئة للحوار مع واشنطن رغم هجومه الحاد عليها وعلى أوروبا بأحداث قلاقلة في بلاده ولم يستبعد مادورو عقد اجتماعا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعدما قطعت حكومته العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن في غضون ذلك حذر مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون من ان اي عنف او ترهيب للديبلوماسيين الامريكيين او زعيم المعارضة في فينزويلا خوان جوايدو سيقابل برد من الولايات المتحدة هذا الدعم الامريكي لجوايدو لم يكن الاول في تاريخ فينزويلا فقبل مادورو عرضت الولايات المتحدة سلفه اليساري ايغو تشافيز وساهمت بانقلاب فاشل ضده عام 2002 وتقليديا وفق المتابعين من قلب امريكا اللاتينية التي تعتبرها واشنطن حديقتها الخلفية وتشهد تغييرا جذريا في ملامحها مع تراجع اليسار اللاتيني ووصول رئيس من اقصى اليمين الى الحكم في البرازيل ما يعني ظهور حرب باردة جديدة بين امريكا والروسيا التي تعد فكرة الاطاحة بمادورو مبعث قلق شديد لها من الناحية السياسية والاقتصادية خصوصا في قطاع النفط الذي تستثمر فيه موسكو وتأمل واشنطن ان يكون لها اذا ما ناجحت في قلب الطاولة على مادورو